أوقفت وزارة الهجرة والمهجرين إعادة أسر ذوي تنظيم داعش من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعى في نينوى بانتظار مراجعة لطريقة إعادتهم وأعدادهم وقال المتحدث باسم الوزارة علي جنهكير أنه تم إيقاف عملية إعادة الأسر وذوي مسلحي داعش من مخيم الهول إلى مخيم الجدعى بقرار من وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق مشيرا إلى إمكانية تحديد عدد الذين سيتم إعادتهم في كل وجبة بين خمسين ومئة أسر وفق إمكانيات الوزارة علي جنهكير أوضح أن إيقاف إعادة تلك الأسر مؤقت ويأتي بهدف إجراء مراجعة لطريقة إعادتهم وعددهم ومراجعة الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية التي تدعم العملية فيما تتواصل التحذيرات الدولية من خطر تجميع الإرهابيين بمراكز احتجاز مشتركة توفر إمكانيات إعادة تنشيط تحركاتهم واستجمع قدراتهم على التجنيد والتعبئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر